السلام عليكم احبائي فيما يتعلق في التحديث الاخير لماكس 23.2 امر الاري في عنا اربع عوامل نتكلم عنه امر الاري باعتبار انه تكرار بشكل عام تكرار لكن ذكي نوعا ما في نسبة الذكاء فهو بتكون من اكثر من قائمة اللي هي التكرار والتحرك بالروتيشن والسكيلين والموفينج الاندوميزة عشوائية وهي مميزة في الحلول وهي العشوائية وفيه كمان ماتيريل و الريو في وريموف ممكن الغى جزء منه او احدد جزء منه يظهر وكريات اني احاوله لشكل جيومتري نتكلم عن تكرار او 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 ابشين عندنا القريد اللي هو قريد اللي هنو هنا ويعمل عن تكرار بالاكس بالواي ممكن يزيد الاعداد ونقررها لكن في مشكلة صغيرة هون في الامر انه ما في اندو انتبهوا انه ما في اندو فا بطر انك تحط القيمة بنفسك يمكن أن أقوم بعمل الـ Offset In Between بينهم و Spacing تكرار ونفس الوقت أدخل على Randomization هذا هو المميز في الموضوع يمكن أن أقوم بعمل الـ Randomization في الـ Position أو حتى في الـ Rotation الذي هو دوران تقريبا على أي كبسة يعطيني قيمة 0 بالنسبة لها أنا أقوم بعمل الـ Scale إذا أردت إلى 0 و رفعت القيمة الأعلى حتى أعطاني كأنها أبراج أو عمائر في سيتة معينة باللون معينة هذا شيء مميز ويقوم بعمل الـ Randomize ويقوم بعمل الـ Seed ويقوم بعمل قيمة Randomize مختلفة في الـ Scale هذا شيء ممتاز ويجب أن أكررها في الأعلى ولكن إذا أخترت أيضا بعمل الـ Object مثل Box ويقوم بعمل الـ Box ويقوم بعمل الـ Box لكي أرى شفافة ويقوم بعمل الـ Object Properties ويقوم بعمل الـ Show Discipline ويقوم بعمل الـ Box في هذا الشكل هذه القطعة التي لديها يمكن أن تكون قايد بالنسبة للقطعة ويقوم بعمل الـ Modify ويقوم بعمل الـ Asset ويقوم بعمل الـ Remove ويقوم بعمل الـ Pick ويقوم بعمل الـ Call Object ويقوم بعمل الـ Call ويقوم بعمل قطع لجزء من الـ Object لجزء الذي يتوافق وجوده وهذا شيء مميز ويقوم بعمل الآن يمكن أن أقوم بعمل الـ يمكن أن أضعه ويقوم بعمل الـ Invert فالأمفرد بعكس العملية بحيث انه يتواجد في مكان بظهر الكتل اللي تواجد فيها ممكن تطبقوا على اي شيء مناسب كمان في عنا option ممتاز كيف اضيف material او صورة لهذا الشيء عن طريق نظام موزايك الان هذا عبارة عن فيديو بسيط لو عملت play هلاحظ انه بتحرك معي بطريقة احترافية لو عملت زوم اكثر عليه هلاحظ انه كل قطعة كل بوكس عنه هون بعطيني كأنه موزايك كأنه تبليد الموزايك كثير ممتاز لذلك اللي حاب يعرف كيف لونت القطع هاي عن طريق material عبارة عن صورة وهي صورة sequence يعني عبارة عن مجموعة صور لو دخلنا على source حلاظ انه عندي مجموعة صور لهذا الفيديو الصغير بس ضغط على كابسل اسمها sequence فسيكونس بتخلي الصور تطلع كأنها فيديو بشكل عام وتلون المشهد كأنه فيديو لو عملت play سوف نرى هذا الشيء متحرك بهذه الطريقة الوبشن اللي بعد وحبائي هو امر راديو راديو العبارة عن تكرار على شكل دائرة موجود سابقا اصلا في فيديو ماكس بميزه كابسة كثير مهمة من distribution عبارة عن تكرار اسمه راديو الخيار الثاني عنده هون وحنلاحظ يعني ان العدد طبعا ممكن انزيده واقلله وعملت distance اللي هي قديش بينهم حبة وبنفس الوقت قديش ال radius اللي هي نصف القطرة من center لحد هون بالضبط اللي بهمني في الموضوع اكثر اللي هو option اللي موجود بالاسفل في اتكرار للradial فلو اضافت مثلا روز ممكن انضيف روز اكثر للاعلى عن طريق ال parameter rose اللي بهمني الرنج الرنج اللي هي ان يكون في عندي كراسي بالمنطقة الخلفية او الامامية فممكن انزيد اكثر من واحد الان الافست اللي يحدد لانهم يكونوا للخلف او يكونوا للامام بشكل او باخر حددت المسافة اللي بينهم الان لاحظ ان تكرار غير منطقي لو انت في عندك stage وحب انك تعمل فيها تكرار لكراسي بش هيكون في المنطقة هي اكيد بالطريقة هي اكيد هيكون في مناطق فيها فراغ فعشان تم لها في عندنا option هون اسمه equal distance بشكل عام فلما نفعل equal distance هون هلاحظ انه رتب ليهم بالاعداد متناسق مع المكان بشكل او باخر ممكن يكون عندي عدد اكبر او اقل انت بتحدي هذا الشي هذا الابشن كثير ممتاز وكمان في عندي option اسمه stager يعني حتى لو فعلت equal distance ممكن فعل stager ينظم ليهم بشكل مرتب ورا بعض او اني اعمل فيهم randomization معين كثير ممتاز هذا الابشن الابشن اللي بعده سيكون sp line اي خط عندي ممكن اضيف عليه عدد معين من التكرارات وهذه التكرارات متغيرة مرتبطة بهذا الشكل يعني كيف مرتبطة فيه يعني اللي عندي arc عبارة عن قوس فممكن ازيد ال radius او اقللها ومن وان يبليش لوان انتي احدد بالضبط بدايته ونهايته للشكل الخطي اللي هو الارك ما يميز هذا الشي انه ممكن يكون في عندي عدد معين انا احدده واجمل شي في اني اختار من option randomization scale هذه كثير مهمة بصراحة وهي اللي بتعطي فرق في التصميم شوف الان ال randomization مختلفة لو عملت ال seed جديد هلاحظ انه اعطاني options مختلفة جدا جميل option اللي بعده اني كيف اربط عدد الكتب اللي عندي هون عدد الكتب في holder مربوط فعليا شوف انا بزيد طول الرخامة او قطعة القطع الخشبية للرف ويزيد ما حت تكرار الكتب اللي حتكون مكررة على قطعة الخشب بشكل عام اعمل علاقة بينهم عن طريق option بسيط جدا وهو اسمه wire parameter ففي علاقة بين point one و point two مما ال two points الان اذا هذا ال option تحسون مهمة متكلم عنه ممكن اعمله فيديو خاص واشرح كيف في ال options عن طريق ال SP line ال option اللي بعده سيكون service فممكن اكرر قطعة معين على مسار زي ما اكررتها قبل قليل عن طريق ال SP line لكن هذا الاسف عندما اختار انه يتحرك في وفق مكان معين سلاحظ انه اخذ هذا المكان وهذا المكان عبارة عن plane وعليه option اسمه ribble ريبل يعطيني زي كأنه دوائر الووتر او المي بشكل عام شوف كيف عندما احركه يتأثر في الاتكرار يفقد وجوده على الخط ويرتقي مباشرة لماذا هذا الشيء يحدث فعليا لانه انا اعطي option بالاسفل اسمه service انه يعمل وجود الاسفل اسمه service الان هذا ال option الخاص في ال SP line لو دخلنا على ال option اللي بعده بدي اعطي انه يكون عندي R ومن خلال R سيختار ال option service pick service اي شكل جيومتريي هو عبارة عن service فالوهر الاولى ستحسر الركب معك مباشرة بال vertex الخاصة بال service اي F3 اي قطعة service اعطيها حجم اصغر اعطيها حجم اصغر الآن حجم اصغر عشان اشوف كيف التقى مع كل النقطة داخل service هذا الشيء ممكن احدده عن طريق ان اخي اغيره من service ل face center انه بنص الفيس لكل قطعة هذا ممكن يكون عنا عشاب يكون عمنا عشاب يكون عبارة عن نباتات موزة على منطقة معينة وانا ممكن عن طريق randomization احدد scale ممكن اعمل rotation عشوائي لجزء كبير منهم مرة بال X و مرة بال Y و مرة بال Z بصراحة احساس جميل جدا خاصة بالعشوائية و اجمل شيء في الموضوع العشوائية حتى scale ممكن اعمل شيء اكبر و شيء اصغر ال scale يفضل ان افعل هذا ال option اللي هو اني اربط X و Y و Z مع بعض لانه ما بصير ان يكون stretch بكون scale واحد ل scale او parameter واحد ل scale بحيث انه يتغير معي بشكل X و Y و Z مع بعض 50% 150% فلاحظ انه يوجد شيء اكبر و شيء اصغر وهذا ممكن يمثل لنا الاحشاب بشكل عام طبعا هذا التحديث احبائي عبارة عن تنزيل ماكس 23 فهو عبارة عن setup تعمل 23 و تعمل update للي عندك مش محتاجه ولا شيء بس بدك تنزل نسخة 23.2 و انا بفضل تنزيلها من موقع Autodesk هي بتعمل update للي عنده 23 لكن هي نسخة مختلفة كليا عن 22 يعني حاولت على عجالة احبائي انا اتكلم عن المدفل المميز ادخلوا عليه وشوفوا بجنن كثير حلو وفي اشياء اشياء ما حكينا عنها لذيق الوقت لكن جدا مميزة و ان شاء الله يحتم اضافتها مستقبلا لدوراتي نراكم بفيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله جميعا